طيب حاخد حضراتكم الخبر تاني الأسبوع ده برضو من الأخبار اللي كانت موجودة هو قرار أو أمر ملكي من المملكة العربية السعودية بتعيين السفير أحمد أطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير فوزارة الخارجية طبعا أحمد أطان هو عميد السلك الدبلوماسي العربي هيغادر القاهرة خلال أيام عشان يتولى المنصب الجديد داخل المملكة العربية السعودية الكلام ده الحقيقة بعد سنوات كتيرة أضاها في بلده التاني مصر وبين أهله الحياة أن أحمد أطان ما كانش سفير عادي وما كانش سياسي مخضرم فقط أحمد أطان حب مصر ومصر كمان أحبته وحب المصريين فعشقوه المصريين الحياة أن فيه علاقات قوية بتربط ما بين أحمد أطان بأغلب المصريين ولذلك لما صدر هذا القرار بقى فيه مشاعر مختلفة داخل كل شخص عرف السفير أحمد أطان عن أرب كان فيه مشاعر فرحة الفرحة دي عشان إحنا الحقيقة بنتمنى التوفيق للسفير أحمد أطان في المهمة الجديدة ولأن إحنا بنتمنى له طبعا التركي في حياته ولكن كان فيه مشاعر أخرى الحقيقة وهي مشاعر التأثر بأن السفير أحمد أطان حيغادر مصر بعد كل السنين اللي أضاها في مصر وارتبط فيها بمصر والمصريين بكلمات نبيلة جدا ختم أحمد أطان مسرته في مصر كتب على تويتر لا أقول وداعا لمصر وإنما إلى التلاقي دائما أما مصر الغالية ستبقى في قلبي أينما كنت بل في وجدان كل سعودي وعربي ومن شرب من مياه النيل حتما سيعود لها يوما وستبقى العلاقات السعودية المصرية عميقة ومتشابكة والحقيقة في المقابل رد المصريين الجميل لأحمد أطان بهاشتاج مصر تشكر أحمد أطان الهاشتاج اللي تصدر موقع تويتر في مصر وأيضا المملكة العربية السعودية لا أقول وداعا لمصر وإنما للتلاقي دائما بهذه الجملة لخص السفير السعودي في القاهرة أحمد عبد العزيز قطان الذي كان أول دبلوماسي سعودي يجمع بين منصب سفير بلاده ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية حرص باستمرار على تعزيز العلاقات بين مصر وبلاده واحتواء أي توترات نشبت بين البلدين خلال فترة عمله والتنسيق المشترك على تقوية هذه العلاقات وفي رسائل له على وسائل التواصل الاجتماعي ودع القطان مصر بهذه الكلمات مصر الغالية ستبقي في قلبي أينما كنت بل في ودان كل سعودي وعربي ومن شرب من مياه النيل حتما سيعود لها يوما وستبقى العلاقات عميقة ومتشابكة كل توفيق لسفير أحمد قطان في مهمته الجديدة ولو إن المصريين ومصر حتفتقد وجوده بينهم اشتركوا في القناة